تفقدت دكتورة هالا زيد وزيرة صحة والسكان واللواء أشرف داودي محافظ قنة مستشفى عزل قفط المركزي في إطار جولتها الميدانية في عدد من محافظات الصعيد لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفايروس كورونا للمزيد ينضم إلينا كريم رجب مراسل أكسرا نيوز أهلا بك كريم تفضل تحياتي لك شادي جولة معالي وزيرة الصحة دكتورة هالا زيد في محافظتي قنة وسهاجية كانت زخيرة بالعديد من الزيارات لعدد من المستشفىات الخاصة بالحميات والصدر وكان هناك تأكيد على أهمية توفير كافة المستلزمات الخاصة بهذه المستشفىات حتى يكون هناك مواجهة لتفشي فيروس كورونا مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر والنقطة الثانية في جولة معالي الوزيرة هنا في محافظة سهاج سيكون هذا محور حديثي معها بنراحة بحركة دكتورة مجددا يعني إحنا دلوقتي في محافظة سهاج يعني لو تعطينا نبزة عن هذه الجولة هنا في هذه المحافظة أنا طبعا تشرفت بمقابلة سيادة المحافظة وبشكره جدا على إدارته لأزمة الكورونا يعني إدارة حكيمة وأنا وسيادة المحافظ شفنا تفقدنا مستشفى حميات البليانة وبعدين حميات سهاج وشفنا قطعة الأرض الملاصقة لها اللي إن شاء الله حتبقى مستشفى عام كبيرة متعدد التخصصات بإذن الله خلال أيام قليلة حيتم الإسناد وهي فيها شوية مباني قديمة سيادة المحافظة عمل لها قرار إزالة ولسه حنروح طبعا مستشفى أسوان التعليمي ومستشفى سهاج التعليمي وسهاج العام الهدف من الزيارة نحن نتطمن على كذا حاجة أول حاجة حالات الكورونا ومدى جهازية الأطقم الطبية وتدريبهم والأدوية مستلزمات والأكسجين والحقيقة ده كويس يعني شيء مطمئن لغاية دلوقتي الحاجة التانية جهازية المحافظة واستعدادات المحافظة للتأمين الصحي الشامل بإذن الله فاتفقت مع سيادة المحافظة على جولات يعني هتبقى كل أسبوعين ثلاثة بالكتير آجي هنتابع شركات المأولاد بنفسنا هنشوف الوحدات الصحية اللي دخلها في نطاق التطوير هنعمل المنظومة لأن المرحلة التانية فيها سهاج والمينيا وكفر الشيخ والأليوبية ومارسة مطروح فإحنا يعني بتوجهات القيادة السياسية إحنا كده حيب عندنا أربع محافظات تأمين صحي بإذن الله نهاية العام القادم يكون استهيد فيه أربع محافظات تأمين صحي ويكون فيه محافظات تانية بتتأهل وإن شاء الله ده حيبقى وضع تاني بقى للصحة أن أنت بتعمل تطوير كامل للنظام الصحي وحدات ومستشفيات ما ملاحظاتك فاندم على المنحنة الوبائية في محافظة الصحية؟ زي وزي بقيت مصر كلها فيه تصاعد بسيط ولكن مستمر يعني كل أسبوع أكتر من القبلي وإن كانت الزيادات بسيط لكن إحنا عشان كده أنا عملت مؤتمر صحة في يوم الخميس وجيت بنفسي برضو أربع محافظات السعيد قبل الرمضان عشان ندي رسالة لأهلين أن نحن دخلين على موسم أعياد الأقباط والمسلمين وتوجدنا في مناسبات اجتماعية وفي أماكن عبادة فإحنا يصح أن نحمي أهلنا من كبار السنة والأمراض المزمنة ونأخذ الإجراءات الاحترازية ونقلل من فرصة التجمعات وبالذات في الأماكن المغلقة هل نحن بالفعل في الموجة الثالثة لفيروس كورونا؟ ما أقدرش أقول أنها موجة ثالثة ولكن معطيات يعني لو شفنا السنة اللي فاتت زي دلوقتي كانت بداية الزيادة الكبيرة في الموجة الأولى فكان في رمضان فإحنا دخلين على رمضان وأعياد وعيد القيامة فالتنين مناسبات بيبقى فيها تجمعات أسرية فإحنا بنخاف من التجمعات الأسرية فعشان كده عندنا توقع أن احتمال يبقى فيه زيادات وخلينا مع المواطنين نحذرهم بالتدريج ونتطمن على ساعة المستشفيات لأي مزيد من زيادات الحالات ماذا عن المراكز الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا هنا في محافظة سواء؟ إحنا طبعاً هنفتح خلال على بكرة هنفتح في جهنة مركز هنضعف المركز في السعيد بس أنا برضو يعني عايز أقول للمواطنين في السعيد أن اللقاح آمن أرجو أن أهلنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ما يخافوش من اللقاح لأن ما فيش في محافظات السعيدة الناس مش مقبلة قوي فإحنا هنوسع النطاق بحيث أن نضعفه بحيث أن الناس برضو نقرب لها الأماكن ونشجحها بإذن الله شكراً جزيلاً دكتور أهل زايد ووزيرة الصحة والسكان